السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا في احسن حال تكملة بقى لسلسلة البسكوتات والمغبوزات بتاعت العيد عملنا قبل كده الكحك والبسكوت والغريبة والبتيفور وطلع طحفة النهاردة بقى هنعمل المعمول بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبمقونات سهلة وهقولك على المأدير بالكباية وبالجرامات وبالكبايات المعيارية كمان اول حاجة نسمي الله ونشوف بقى المأدير وتبعيني الاخر الفيديو علشان ما تفوتيش اي حاجة معايا هنا نص كيلو دقيق يعني تلك كبايات وربع او خمسمائة جرام من الدقيق او نص كيلو الدقيق ده منخول ومحطوط عليه رشة ملح معايا كمان كباية كبيرة من السمنة السمنة دي بحرارة المطبخ المج دوة ميتين وخمسين جرام مج الشاي بتاعنا ده ومعايا كمان نص كباية من السكر معلقتين كبار يعني تلاتين جرام معلقة صغيرة من المحلب المطحون ودي اختياري علشان يدي طعم المعمول ممكن تحط ريحة الكحك او ممكن تستغني عنها خالص دي اختياري هشيل كل المقادير بتاعتي دي على جنب لان انا مش هستخدمها دلوقتي انا بس هستخدم الدقيق اللي هم تلت كبايات وربع من الدقيق على كباية السمنة هحط السمنة كده على دقيق كله السمنة مش مزابة ولا حاجة هي بحرارة المطبخ هقلبهم كده مع بعض هفرقهم مع بعض كده لغاية ما الدقيق دوة يتشرب السمنة كلها ويبقى عامل مش زي بقى رمل البح لا يبقى عامل زي العجينة اللي بتفرول طبعا انت ممكن تعملي الخطوة دي في الميكسر لكن انا حبيت اعملها يدوي علشان اللي معندوش جي شوف شوفي عامل ازاي هو ده القوام اللي احنا عايزينه مش بقى عامل زي رمل البحر لا نبقى عامل زي العجينة انت لو فكرت انك تشكليها هتتشكل معاكي بمنتهى السهولة هو ده القوام اللي احنا عاوزينه هدخل بقى العجينة دي في التلاجة لمدة ساعة عشان انا عاوزة السمنة تتماسك تاني وتبقى العجينة بتاعتي نشفة علشان اقدر اضف لها باقت المكونات بالنسبة بقى للحشوة اللي انا هحشيها للمعمول بتاعي في حشوات كتير ممكن تحشيها يعني مثلا ممكن العجوة ممكن الجوز ممكن الجوزة الهند مع الكرامل او الحليب المكسف ممكن مع العجوة ومع علاقة سمنة وهبتدي عجينها وشكلها قراط بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت ساعة في التلاجة بقى دا شكلها السمنة تمسك تجامد مع الزقيق وده بقى شكلها عجينة متمسكة هضيف بعد الوقت باقت المقادير اللي هي السكر الفانيليا والمحلب ومعلقتين العسل والكروكوز الكبار او الشرباط او الحليب المكسف المتواجد عندك استخدميه انا هضيف معلقتين قلنا المعلقتين بوزن 30 جرام ادي اول معلقة وهضيف كمان نصف كوبات المية السقعة ادي بقى اعجن الخليط دا تاني ممكن ترجعيه المكسر تاني او تعجيني باديك طبعا منبلغش خالص في العلق عجينة طرية قوي مني ممكن قبضيها معلقة او معلقتين من الدقيق نفيش اي مشكلة لغاية ما القوام يزبط خلاص كده العجينة بتاعتي انا لمتها وما بقتش تلزق زي ما انت شايفة طرية جدا في نفس الوقت ما بتلزقش يعني لما نيجي نشكلها كرات تتشكل ومنتهى السهوة الاول ملمس العجينة تصير طري جدا وفي نفس الوقت ما بتلزقش هنشكلها كده كرات طبعا بالحجم اللي انت عايزاه لكن نراعي ان الكرة بتاعت العجين تكون ضعف الحشوة اللي فيها ناخد جزء صغير من العجينة والباقي هدخله التلاجة علشان انا عايز السمنة تبقى متماسكة وما تفكش فهاخد كمية كده اللي انا هشكلها مثلا القطعة دية والباقي هروح اشيله هغطيه واشيله في التلاجة ولما اشكل الجزء ده وادخله الفورن هبتدي اجيب الطبق تاني من التلاجة وكمل باقي التشكيل ضروري جدا تدخليها التلاجة تاني عشان انا عايزة السمنة متسيحش واجيب قطعة من العجين واشكلها على شكل كورة وعمل فيها تجويف كده وحط الحشوة بتاعتي وقفل عليها واشكلها كده واجيب العصارة بتاعتنا برطوان بتاعتي وبرده فبطنها برشة من الدقيق كده وحط القطعة كده عشان بس تاخد شكل شاضغط قوي عشان اعرف اطلعها وهغبط كده وهغبط حتطلع ده شكلها في منتهى الجمال راقي جدا وشيك قوي بعثرت البرتقان هنا عندنا في البيت شوكة ممكن تشكليها كده بالشوكة بتادي برضو منظر حلم وده بيبقى متوفر عندنا في البيت شكلها عصول او والله جميلة برضو شكل ممكن تعمليه لو مش متواجد عندك عصارة البرتقان هعمل برضو منه صانية او صاج واروح اخبزه مدة الخبز بتاعة المعمول بتبقى 10 دقايق ل 12 دقيقة مش اكتر من كده وبتولع لها الشوية لغاية ما تاخد اللون الدهبي اللي انت تبقي راضي عنه خلصت كده اول شكل معايا اللي انا عملته بصفاية البرتقان ده شكله جميل جدا والرسمة زي ما هي ما تغيرتش ولا حاجة وعملت احجام مختلفة ده حجم كبير وعملت كمان حجم صغير اختاري بقى الحجم اللي انت عاوزاه وعملت حجم كمان اكبر من الاتنين ده شكله ده شكله طبعا ممكن تعللي المدة يعني بدل 12 دقيقة يبقى 10 بس لكن انا شايف ان هي كده مناسبة جدا انا بحب المعمول يكون السوا بتاعه كده ده اول شكل هوريكي كمان الشكل التاني الشكل التاني شكله جميل جدا برضو شيك جدا وراقي قوي وصغير شوف يعمل ازاي وبرضو رسمته ما راحتش ولا اي حاجة تعالي بقى نشوف واحدة من جوة نعمة جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طحفة والسوا بتاعها جميل جدا وطعمها في منتهى الجمال غير بقى الريحة ما اقول لي كيش قلب البيت ناعم وبيضوب دوب ان شاء الله تجربي الطريقة دي بقى وتعجبك وما تنسيش لو اول مرة بتشوفي القناة تشتركي وتفع علي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة اعملها وما تنسيش اللايك والشير بكل سنة وانتو طيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته